صلقت أمس فعاليات طبعة ثانية لصباحيات الخضراء المنظمة بالتعاون بين وزارة الانتقال الطقوي والطقات المتجددة والصفارة الدنمارك في الجزائر وحملت هذه الطبعة شعار نحو انتقال أخضر كما تم عرض التجربة الدنماركية في التحول التقوي من خلال التعاون الدولي وكالة الطاقة الدنماركية وطرح إشكالية التمويل والإطار التنظيمي لجذب الاستثمارات الخضراء وذلك بحضور مختصين في مجال الطاقة الخضراء من البلدين التغطية لعضو الغضباء يطيب لي أن أشارككم فعاليات الصباحات الخضراء في طبعتها الثانية التي تنعقد اليوم تحت شعار نحو انتقال أخضر والتي ننظمها بمعية صفارة مملكة الدنمارك بالجزائر هذه الفعاليات التي تتقاطع في رمزيتها ودلالتها ومضامينها وغياتها مع جوهر مهام وزارة الانتقال التاقوي والطاقات المتجددة هذه الوزارة الفتية التي تقود استراتيجية وطنية طموحة جدا وذات أولوية بالنسبة للجزائر استراتيجية تستهدف تطوير تنمية اقتصادية مستدامة ومدمجة مستدامة ومدمجة وتنويع قطاعات ومسارات تحقيقها هذه التنمية التي تدمج الفعل المواطني في بعده المحلي والاجتماعي في صلب سياسة وطنية طموحة جدا تضع تعزيز أمننا الطاقوي والعناية برفاه الساكنة وتحسين مستوى معيشة المواطن كأولوية قصوى بالنسبة للدولة الجزائرية الامباسات غويل تعد المارك جاءت لي نورو تعاون ما بين البلدين مهما إمكانيات تعاون في مجال الطاقات المتجددة وبصفة عمال انتقال الطاقوي نحن البرنامج تكلمت ما هي مكانة الجزائر في هذه الإشكالية العالمية لأنها ليست إشكالية بلد أو منطقة لا هي إشكالية عالمية انتقال الطاقوي كيف نحقق انتقال الطاقوي